كيف نقر مثل هذه المخططات؟ نقر هذه المخططات بالاعتصام بالله تبارك وتعالى هيقابلك بعض المتخلفين يقولك أنت بقيت فيها شيخ يا عم أنت عمل لنا فيها بتاع ربنا يا عم مش حالك كبر دماغك بقى ودين إيه وربنا إيه ومشاخت إيه ويا عم مش عارف طبعا ده الشيطان اللي بيخليه بيتكلم كده طب ده كان المفروض يقول لي إيه ربنا يوفقك ربنا يوفقك وينور طريقك ويدلك على طريق الخير ادعلنا أن نحن نبقى معك ادعلنا أن نحن نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى ادعلنا أن نحن نوفق في حياتنا إنما تخيلوا يعيش حياته يلهث خلف الشهوات يميلون دائما في اتباع الشهوات ويريدون مننا أن نميل ميلا عظيمة ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة من اللي قال كده ربنا تبارك وتعالى هو الذي قال ذلك ولذلك أنا في زمن لازم أخاف على نفسي لازم أخاف على نفسي من اللي أنا بشوفه لازم يخاف على نفسي من اللي أنا بأسمعه لازم إحنا شايفين دلوقتي بدأ النت يجيب لنا الناس اللي هي بتموت فجأة عمال يتكلم وفجأة يقوم واقع يتوكل على الله بيقرأ القرآن برضو يتوكل على الله بس فرق كبير أن تكون من الذاكرين وأنت تقرأ القرآن ثم تصعد روحك إلى الملكوت أو واحد والعياذ بالله في مكان في المحرمات وإلى آخره زي بنتنا الرأسة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته الله قادر على كل شيء وقفة ترقص وتوفاه الله وملقوش حاجة يسطروا بيها جسمها غير السجادة اللي كانت وقفة تصلي عليها سجادة كبيرة فحطوها في السجادة ولفوا السجادة ولفها في السجادة عشان يسطروا لحمها خدتبال حضراتكم وإحنا ما نفرحش في ده إحنا حزنانين لأنها نفسي تفلتت نفسي تفلتت خدتبال حضراتكم إحنا نفسينا نشوف كل الناس سعداء كل الناس بخير كل الناس في روعة كل الناس في تقدم كل الناس في نور كل الناس في بركة فبنشوف النهاردة خلي بالكم خلي بالكم واحترسوا من هذا الغزو الفكري القادم على بلادنا هل هذا الغزو الفكري جديد؟ هو ليس بجديد ولكن تنوع الأفكار هي اللي جديدة تنوع الأسليب هي اللي جديدة ولذلك أنا كنت دائما أقول لأهل الدعوة تنوعوا في أسليب الدعوة تنوع في ابتكار الدعوة تنوع في الأدلة المعاصرة في إسقاط الأحكام في الدعوة إسقاط الأحكام على واقعنا لا نكون جامدين إنما نكون مرنين حتى نوصل الناس إلى رب العالمين ونأخذ بأيدي الناس ولا نجلس نعد على الناس الأخطاء إنما نساعدهم على أن يتحرروا من أخطائهم نساعدهم على أن يتخلصوا من أخطائهم نساعدهم على أن يتخلصوا من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ويتخطوا هذه الأخطاء ويصبحوا قيمة جميلة في الحياة فالنهاردة الحقيقة أنا مهتم أوه بهذا الأمر لما أرى سيل قادم لخطف العقول المؤمنة لخطف الأرواح الهادئة لخطف الهدوء في البيوت كان زمان كده ألاقي الأسرة الجميلة رضي بما قسم الله تبارك وتعالى وتجلس تاكل اللي موجود والحمد لله على كل حال وما كانش فيه عندهم ضجر ولا عندهم خبل ولا كان عندهم أي حاجة والأخير كنا نطلع نجيب من عند عم أبو زيد الفجل والجرجير وكان بيزرع على شط الترع كده عم أبو زيد ده الله يرحمه يسكنه الفردوس الأعلى نروح نجيب منه واللي يجيب كذا واللي يجيب كذا كنا زمان وإحنا عائل صغيرة نعمل مع بعض حاجة اسمها ست غداوة ست غداوة يعني دي إيه إن إحنا عندنا ارتباط ببعض يعني كنا أصدقاء ده يجيب العيش وده يجيب الجبنة وده يجيب الطماطم وده يجيب الفول اللي كنا بنسميه الفول الحريط خدت بالحضراتكم ونجلس إحنا الأصدقاء وإحنا عائل صغيرة عشر سنين تسعة سنين حد عشر سنة نجلس إن إحنا إيه ناكل مع بعض اسمها ست غداوة ودي من صناعتنا إحنا بتعمل عندنا حالة حالة من التقالف حالة من الحب حالة من الرحمة حالة وأصدقاءنا دلوقتي اللي موجودين في حياتنا وبقوة جدا جدا ومرتبطين ببعض هم دول الأصدقاء اللي كنا بنجلس مع بعض ناكل مع بعض ونشرب مع بعض عشنا الحياة مع بعض عشنا جرينا مع بعض لعبنا مع بعض الزرنا مع بعض كل حاجة جميلة مع بعض